هنروح مع حضراتكم للموضوع تاني طبعا مع استمرار الموجة الحرة وتوجه الحكومة لتخفيف الأحمال عن الكهرباء النهاردة دكتور مصطفى مدبولي أعلن عن خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايدة للكهرباء منها طبعا زي ما حضراتكم تبعتوا إعتبار يوم الحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور كمان أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالاتفاق مع وزير الشباب والرياضة أنه ينتهي لعب المباريات قبل المغرب وده لمنع استهلاك الكهرباء في الاستداد بقى والمنشآت الرياضية إلى جانب ترشيد الإنارة العامة في الأماكن العامة أكد كمان رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد وسيتم الإعلان عن جدول موعد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل رئيس الوزراء كمان أوضح أن شهر أغسطس أيضا هيكون فيه درجات حرارة غير مسبوقة وأكد أنه لا يوجد نقص فيه الغاز ولا يوجد أزمة في حقل ظهر إنتاج الغاز الطبيعي بننتج بنفس الكميات بنوقف أو أقفنا في الفعل تصدير الغاز في أشهر الصيف وبنصدره فيه فصول الشتاء والربيع والخريف